أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر تحذيراً للحجاج من الجزائر والجنسيات الأخرى من فنخاخ حملات الحج الوهمية وبالفعل جاء في بيان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر مع اقتراب حج هذا العام، تود سفارة المملكة العربية السعودية أن تلفت انتباه الأشقاء الراغبين في أداء فريضة الحج بين المواطنين الجزائريين والجنسيات الأخرى المقيمين في الجزائر حول ضرورة توخي الحذر من حملات الحج الاحتيالية التي تعلن عن خدماتها عبر حسابات مجهولة أو انتحال على وسائل التواصل الاجتماعي وبأسعار مغرية على الناس هذه لي رأي خرج القطع مباشرة ما هو كالسياحية ما عنده اعتماد باش ينظم لا عمر ولا حج وتلقاه ينظم يجيب أفراد من الحي والله حسب المعارف تعوه ويدير مجموعات عشرين خمستاش ويدخل بهم بطريقة غير قانونية للمملكة العربية السعودية التوجه للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لا يكون إلا بتأشيرة صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة العربية السعودية وأي تأشيرة أخرى ستعرض الوكالة السياحية للعقوبات المنصوص عليها